كاشفت صحيفة الواشنطن بوست الامريكية عن تقدم ملموس في المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني بين الولايات المتحدة الامريكية وطهران وقالت الصحيفة أن أطراف الاتفاق أصبحوا قريبين من التفاهم على النقاط الخلافية عشية الجولة السادسة من المباحثات على الرغم من عدم معرفة ما إذا كان الاتفاق وشيكا أم لا حسب مسؤولين أمريكيين وأوروبيين ونقلت الصحيفة عن هؤلاء المسؤولين أن المباحثات تجاوزت الخلافات بنسبة 70 إلى 80% إلى أن بعض النقاط العالقة لا تزال مدار بحث ومرجحة التوصل إلى اتفاق في غضون الأسابيع المقبلة هذا وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي المنصق الرئيس للمحادثات النووية الإيرانية إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال جولة الراهنة من المحادثات بخلاف مبعوثين آخرين أبدأ قدرا من الحذر مفاوضات الجولة السادسة في فيينا قد لا تفضي إلى اتفاق ناجز حول برنامج إيران النووي علائم اليوم الأول من جولة باهتة جرت ترويج لها كجولة أخيرة وحاسمة العوالق تعيق مجرى الوصول إلى صيغة نهائية للاتفاق لا عودة إذن إلى اتفاق 2015 كما طلبت إيران ولكن ربما صيغة اتفاق جديد لا تعرف أبعاده حتى الآن نواجه وضعا معقدا بسبب وجود بعض القضايا القانونية والسياسية والتقنية المتعلقة بعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وأيضا بعض القضايا المتعلقة بتحقق إيران من رفع أمريكا للعقوبات وهذا أمر يحتاج إلى تخطيط وتحديد معايير تشاؤم الجانب الإيراني لم يلغي بعض تفاؤل لدى الأوروبيين إذ الحديث في العموم عن قضايا عالقة يجري تذليلها أهمها كيف يتم تنفيذ خطوات الاتفاق سيواصل الاتحاد الأوروبي المحادثات مع جميع المشاركين في خطة العمل الشامل المشتركة وبشكل منفصل مع الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد سبل للاقتراب من اتفاق نهائي في الأيام المقبلة يقول مراقبون إن تلك أمختلف الأطراف عن إنجاز الاتفاق ربما يرتبط بانتظار نتائج الانتخابات الإيرانية خلال أيام أيام سيذهب فيها الرئيس الإيراني حسن روحاني ليحل مكانه وجه جديد قد يحسب له إنجاز اتفاق يعيد طهران إلى أسواق النفط العالمية الآن من باريس ينضم لنا الطارق وهبي الكاتب اللاسياسي سيد طارق مرحبا بك ليست هذه المرة الأولى التي نسمع عن مؤشرات إيجابية بقرب التواصل إلى الاتفاق ومع ذلك انتهت الجولة الخامسة ودخلنا في السادسة ولا اتفاق في الأفق أين المشكلة؟ أين عقدة المنشار الآن؟ مساء الخير يا سيدي واضح من كل ما يحصل الآن أن هناك ما يسمى بالميزان الربح والخسارة لكل من الأطراف أهم هذه الأطراف هي إيران والولايات المتحدة الأمريكية إيران تبحث عن بالتحديد ما قاله التقرير في نهاية التقرير عن ما يسمى أسواق النفط والولايات المتحدة الأمريكية تبحث أيضا عن عودة إلى هذا الاتفاق لكي يكون لها وطأ قدم بما سيحصل لاحقا وما كان قد طلبه الرئيس وليس الرئيس بايدن بمعنى أن تريد حقيقة الاستمرار بمواضيع مهمة أهمها هو ما يسمى الخروج الإيراني من أرضه بمعنى الأذرع إيران الخارجية والصواريخ الباليستية ولكن الأهم مما يحدث الآن هو كيفية الآلية التي ستحصل فيها إيران على الأموال التي لم تحصل عليها أبدا الآن بمبيع النفط وثاني البند الثاني هو إلى أي مدى الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تقنع الأطراف الآخرين وبالتحديد الصين وروسيا أنها ستدخل باتفاق له علاقة بأفق جديد يبحث من جديد بالقرار 2231 الذي هو القرار المؤسس لهذا الاتفاق والدعوة لكي توقف إيران كل ما يسمى النشاطات النووية وهذا يدعم ما يحصل الآن داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تكون هذه الوكالة هي الضامن الوحيد في كل ما يحصل على الأرض في المواقع النووية في إيران النقاط التي تفضلت بها كانت مطروحة على مدى جولات مختلفة خمس جولات الآن نحن في السادسة ما الذي يضمن هل هناك من ضامن بأنه الآن في هذه الجولة قد يتم الاتفاق عليها هل من مؤشرات معينة بدل تصريحات فقط الإيرانيون بحاجة لأموال الاقتصاد الإيراني في الأرض التغيير الرئاسي في إيران سيقدم ولو أنه قد يكون أكثر راديكالية من الرئيس الحالي ولكن نعرف جيدا أن المرشد الإيراني يريد حقيقة بمرحلة من المراحل أن يخفف الضغط على ما يسمى الضغط الداخلي أهمه أما ثانيا هو الموضوع المفتوح بالنسبة للإيرانيين هو البدء بعملية حقيقية لها علاقة بتصدير النفط وتصدير النفط سيتجه شرقا لن يتزه غربا بمعنى أن كل هذا التصدير سيذهب ممكن إلى اليابان إلى الصين إلى كوريا وكل هذه الدول بحاجة للنفط الإيراني وليست بحاجة لأي نفط آخر وإيران بحاجة لهذه الأموال لا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يبعد عن نظرها ما حصل في إيران أي الاتفاق الصيني الإيراني الستراتيجي الذي هو بمثابة 400 مليار دولار وهذا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية يعني كيف ستذهب إيران إلى الضفة الأخرى بما أنها الآن هي في الضفة الأخرى بمعنى أنها تقول أنها تعادل الولايات المتحدة الأمريكية بالحضور العسكري الموجود بأذرعها إن كان في اليمن وإن كان في سوريا وإن كان في لبنان وحتى ما يسمى الضغط على إسرائيل بمعنى أنها تحذر إسرائيل من أي ضربة إن كانت أنها تستطيع أن تدخل وتضرب إسرائيل حتى اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لها أن تقترب إيران من الصين أخطر بكثير من أن تقوم إيران بأي عمل عسكري داخل المنطقة الشرق الأوسط نعم بناء على كلامك يفترض أن إيران يبدو أنها مستعجلة للدخول في هذا الاتفاق ولكن تصريحات عرقشي أعباس عرقشي كبير مفوضين إيرانيين تقول عكس ذلك تماما يعني عادة عن قوله أنه لا يتوقع اتفاقا في الجولة السادسة يقول بأن إيران غير مستعجلة الآن هل هذا تكتيك فقط؟ نعم يا سيد إذا راجعت حتى في العام 2015 عندما دخلوا في المفوضات التي أوصلتنا إلى الاتفاق كان الإيرانيين دائما خطوة إلى الأمام ثلاث خطوات إلى الخلف وهذا تكتيك فعلا استراتيجي لدى الإيرانيين لكي يدفع الآخرين بالقول أنه لننهي هذا الاتفاق كما هو ولنبدأ بخطوات أخرى إذا استطعنا أن نحاور الإيرانيين يعني اليوم الرئيس بايدن وحتى الوزير بلينكين وحتى المفاوض الرئيسي الأمريكي الموجود هناك يعرفون جيدا أن المطالب التي طلبها الرئيس ترامب أي بمعنى البندين بند الصواريخ البلستيان وبند أذرع إيران هم بندان مطروحان في المستقبل وإيران تعرف جيدا ذلك ولكن إيران تريد ما يسمى الحلحلة الاقتصادية لكي تصل إلى ما يسمى الضغط يعني استعاب الضغط الذي سأتيها سياسيا وحتى يمكن عسكريا في منطقة القليش هناك متغيران سياسيان إقليميان وأحدهما حدث وهو تغير الحكومة في إسرائيل والآخر سيحدث قريبا هو تغير الرئاسة والحكومة في إيران كيف سيؤثر هذا المتغيران على مسار المحادثات إن لم يصل الأطراف إلى اتفاق قبل الانتخابات في إيران محادثات أنا باعتقادي التغير الإسرائيلي هو تغير داخلي مهم له علاقة بإزاحة نتنياهو عن الحكم ولكن المشكلة أن الفسيفساء السياسية التي أخذت مكانه لن تستطيع إلا إذا كان هناك فعلا ما يسمى شيف دوركيست بمعنى قائد فرقة موسيقية مهمة يستطيع أن ينسق ما بين أحزاب الأقصى اليمين أحزاب الأرثودوكسية اليهودية والأحزاب اليسارية كحزب العمل وغيره وأنا باعتقادي هناك مشكلة كبرى في إسرائيل لها علاقة بالحاكم والحوكمة بمعنى أن نعرف جيدا أن نتنياهو دخل بموضوع قضائي له علاقة بالفساد داخل حكومته وحتى هو بالنسبة له كان هناك ولا يزال قضية قضائية ضده في هذا الموضوع إذن الحكومة ستبدأ فقط في هذا الموضوع علما أن التعاطي الخارجي لإسرائيل دائما هو يعني مغلف تحت ما يسمى الإطار الأمريكي بمعنى أن أمريكا هي التي تحمي هذا الغطاء الخارجي ولا أعتقد أن الإسرائيل من هذا الموضوع خائفون أبدا أما التغيير الرئاسي في إيران لن يضع يعني ضغطا على الاتفاقيات لأن المحاور الإيراني يلتج إلى ما يسمى نوع من واقعية سياسية تعرف إيران أن رغم كل ما يحصل وحتى مع الاتفاق سيكون لها في الأيام القادمة والأشهر القادمة تصريحات لها علاقة من الدول الغربية أنها غير موافقة على سياسات قد تكون بها وهذا سيتم فتح ما يسمى طاولات حوار أو اتفاقيات أو حتى محادثات إن كانت سنائية أو كانت يعني جميع الأطراف والعودة إلى ما يسمى القول لإيران أهم شيء هو الالتزام بالبنود التي لها علاقة بالتخصيب نعرف جيدا أنها تخطت هذا التخصيب وهي الآن يعني تخطت التقصيب اليورانيوم وحتى أيضا البلوتونيوم يعني ليس فقط اليورانيوم وهذه خطورة لا أعتقد أن فريقا إيرانيا داخل الحكم في إيران يريد أن يبني قنبلة نووية لأن عند بناء هذه القنبلة النووية ستنفجر إيران قبل أن تفجر هذه القنبلة خارج إيران على ذكر اليورانيوم والبلوتونيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آخر تقاريرها قالت بأنها غير راضية عن طريقة تعاون النظام الإيراني مع مفاتيشيها وأنه لا يتعاون كثيرا ولا يكشف عن كل الوثائق المطلوبة والأماكن وطبعا المفاعلة المفاعلة النووية لذلك أسألك هل يتم استغلال تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل يتم الضغط به على إيران سيدي هناك لعبة القط والفأر بين إيران وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولكن الوكالة تعمل حقيقة ضمن إطار القرار 22-31 الصادر من مجلس الأمن والذي يحدد المهام الواضحة لهذه اللجان التي تذهب لكي يعني ترى بأم العين ما يحصل هناك أنا واثق أن التقارير التي تصل إلى فيينا عبر المندبين أو المهندسين الذين يذهبون إلى إيران ويأتون بهذه التقارير هي تقارير واضحة أن إيران تخطط كل المعايير لأن إيران ذهبت منذ البدء بما يسمى العراق استراتيجي العسكري لأنها تبحث عن ما يسمى السلاح الاستراتيجي السلاح الذي هو تسميه السلاح الذي يقارب في المنطقة أنها قد تستطيع أن تضرب أينما تشاء وكيفما تريد وهذا أيضا يخيف دول المنطقة وهذا ما طرح بمرحلة معينة أن يكون هناك دول تشارك بالاتفاق النووي وقد طرح أن يكون مجلس تعاون الخليجي أن يمثله أحد وأن يكون هناك موجود وحتى تركيا أن تشارك في هذا الموضوع وهذا ما نفضته إيران لأنها تريد أبدا ودائما أن تكون هي المنصقة بالمفهوم أنها تريد أن تعبر عن ما يحصل حتى إن كان ما يحصل ليس بالاتفاق داخل الاتفاق النووي أو راضي عنه الدول الباقية فقط للقول أن حاليا الوكالة تساعد بمفهوم حتى للإيرانيين بتنظيم بعض الشؤون ما يسمى العلمية والتقنية بمعنى أنهم في بعض الأماكن هناك تقنيات باكستانية وتقنيات كوريا الشمالية وتقنيات حتى صينية إلى روسية بموضوع التخصيب تريد الوكالة أن تقول أن هناك بعض المواضيع التي تستطيع أن تستفيد منها إيران منها ليس فقط بموضوع الرقاب والموضوع العلمي فقط لاستعمالها لأهداف لها علاقة بإنتاج الطاقة الكهربائية أو حتى بالموضوع الذي له علاقة باستعمال عفوا الطاقة الموضوع النووي إلى الصحة نعم شكرا جزيلا لك طارق وهبي الكاتب السياسي من العصمة الفرنسية فاري